طيب خلينا نروح من النادي الأهلي لمقار جريدة الجمهورية ومرسيتنا العديدة نورهان تمام عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية طبعا في الصحف والمواقع وهي هيكون معاها الأستاذ ياسر الشرقاوي الناقض الرياضي بجريدة الجمهورية وطبعا يا نورهان في البداية صباح الخير لكن أكيد أكيد لازم هنسألك عن تفاصيل اللقاء الصحفي بالأمس لكيراش لأنه هو اتكلم في بعض النقاط تحديدا كمان لما سؤل عن استبعاد أفشا ومحمد شريف فهو جاوب كده في نقطتين والنقطتين اللي هو اتكلم فيهم أو جملتين ناس كتير يعني علقت حتى عليهم بس خلينا نعرف منك الأول التفاصيل تفضل يا صباح الخير يا نهوان بصباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية ومعانا الناقض الرياضي ياسر الشرقاوي زي ما قلت يا نهوان أخبرنا النهاردة هنبدأها بالمنتخب الوطني من موقع وجريدة الجمهورية أربع مفاجئات في خطة الفرعن أمام ليبيا طبعا في المواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل وتاني منشاة معانا من جريدة الشرق الأوسط إيطاليا تواجه أسبانيا غدا في أول اختبار حقيقي منذ التتويج بكأس أوروبا ومن موقع روسيا اليوم الكشف عن مطالب محمد صلاح المادية المالية لتجديد عقده أما بقى من جريدة الرياضية يطوي صفحة باريس للتعليق على أخبارنا ويمكن زي ما قلت يا نهوان كان كارلوس كيروشلي تصريحات هامة عن منتخب مصر وعن اختياره للقيمة وعن استبعاده ويعني الخبر اللي يمكن أحدث مفاجأة كبيرة جدا وهي استبعاد محمد مجدي أفشا صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة من قائمة الفريق وكمان محمد شريف المهاجم يمكن للناس كتير بتشوف أن هو مهاجم مصر الأول بعد الأداء الكبير اللي قدمه في البطولة المحلية وكمان على المستوى الأفريقي للتعليق على أخبارنا والتعليق على تصريحات كارلوس كيروش بخصوص السنائي معانا النقد الرياضي ياسر الشرقاوي من جريدة الجمهورية برحب حضرتك معانا في شاشة قناة النادي الأهل أهلا بكم وصبح على الناس اللي عندكم في الستوديو كلهم على السادة المشاهدين والله لو هنتكلم الأول على كيروش فاحنا يعني هو الراجل طول عمره معروف يعني يبين في مطشاق يعني لما كان بيدرب إيران لما كان بيدرب كولومبيا هو ما بيعتمدش على صنع ألعاب في الفكر بتاعه أو في التشكيلة بتاعته فقصة استبعاد أفشا ما كانتش مستبعدة شوية هو محتاج أن أفشا ما يبقى صنع لعب شوية ممكن يكون شايف أن هو محتاج تطوير شوية تعتماد على الوينجات يا سيزي ياسر يمكن أكتر؟ أه طبعا هو بيعتمد دايما في طريقة لعبه حتى حتى احنا كاتبين أن هو حيحرر لعب من خط النص حيلعب بتاتة ارتكاز واثنين وينجات وحتى كلامه بيقول أن هو مش حيلعب مش حيراجع لونجات مش حيبقى ليهم دور دفاعية حيبقى على طول معتمدين على الهجوم البكات حتى هو يعني بيقول لهم يكسفوا الهجوم على طول فما فيش هو ما عندهش فكرة أن هو صنع لعب فاستبعاد أفشا مش أن هو سيء أو كده بس هو فكره أنه أنا ما بلعبش بصنع لعب مش محتاجه دلوقتي ممكن قدام شوية يغير في فكره في طريقة لعبه يعني هو لسه تقريبا ده أول مطش رسمي حيلعبه حنشوف حنشوف فكره حيشوف إذا كان هو الكلام اللي هو بيعمله ده صح ماشي معاه ولا حيحتاج صنع لعب يعني أعتقد أن أفشا مجرد استبعاده مسألة وقت مش أكتر وحيرجع تاني بالنسبة لمحمد شريف هو شايف أن محمد شريف عنده إرهاق توالي مباريات فهو محتاج أنه يريح فممكن يكون بيريحه المطشين دول وبعد كده أعتقد أن محمد شريف يعني مفيش يعني هو ضمه للمباراة يعني للبطولة العربية طبعا هو ما قدرش يستغنع عنه هو تقريبا سايبه بيريحه شوية لأنه هو عارف أنه ضغط المطشات وعنده لسه مطشات مع الأهل في أفريقيا حيبدأوا على طول وضغط الدوري فهو ممكن يكون أريحه شوية الفترة دي وبعد كده حيرجع تاني أكيد طيب معنا الخبر التاني من جريدة الشرق الأوسط عن مواجهة إيطاليا وأسبانيا غدا نقدر نقول أنها مباراة سقر للمتادور الأسباني طبعا مباراة سقر للمتادور الأسباني وما خسروا في الدور قبل النهائي في اليورو من إيطاليا بس برضو إيطاليا مش المنتخب الضعيف أو السهل وما الغاية دلوقتي مخسروش ولا مطش فهم عاملين النتائج كويسة المطش هيبقى حلو جدا صعب أن نقول مين حيقدر يكسب مين الفرقتين كويسين جدا عندهم نجوم كبار جدا الاتنين بيلعبوا على المكسب برضو داخلين على بطولة عايزين يكسبوا فصعب أن نقول مين فرصه مين ممكن يكسب ومين لا الخبر التالت عن نجمينة محمد صلاح وطبعا مستويات فنية كبيرة جدا معدامة في الفترة الأخيرة وتجديد من عدمه في قلعة أنفل 500 ألف جنيس ترليني يمكن ده كان الرقم المنتشر في الفترة الأخيرة إلا أن تقرير روسيا اليوم بيقول أن محمد صلاح طلب أقل من كده ولكن في كلام حوالين سنه والفترة اللي جاية هيبقى شكل التعاقد عاملت زي ما على ليفربول والله محمد صلاح حاليا هو أحسن جراح في العالم بشهادة الكل الجراية كلها العالمية بتقول محمد صلاح حاليا ما فيش حد بيقدر يلعب أحسن منه في المكان بتاعه أعتقد أن ليفربول برضو الجماهير كلها مقتنعة أن محمد صلاح لازم يبقى موجود في الفريق فلازم يتجدد له أي أن كانت مطالبه قصة أنه ياخد 380 500 يعني أعتقد برضو أنه لعيب يستاهل اللي هم عايزينه قصة أنه عشان ممكن يكون سنه دخل قرب على الثلاثين ممكن في أوروبا ما بيدفعوش الكلام ده أعتقد أن محمد صلاح قدامه أنه يدي مثلا سنتين أو 3 سنين بنفس الأداء اللي هو فيه ده فأعتقد أن طلباته تجاب يعني دايما سن اللعيب هو دلوقتي في السن اللي هو النطج القروي بتاعه فهو لسه قدامه سنتين 3 ممكن بعد السنتين 3 يعني لو هيتجدد عقده سنتين 3 أعتقد أن أي طلب هو يطلبه هيبقى متاح لي يعني وفقا الأداء اللي هو بيعمله دلوقتي بعد هدفه في منشستر سيتي شفنا السوشيال ميديا تقلب سواء في مصر أو في العالم كله والناس كتير في مصر شايفة أن محمد صلاح أحسن اللاعب في العالم في الفترة الحالية البالوندور تتوقع أن محمد صلاح يكون في التلاتة الكبار؟ والله يا قصة البالوندور دي بتتقاس على حاجات تانية يعني إحنا دلوقتي لازم أولا لازم اللي بيبقى واخد دايما البالوندور لازم يكون واخد دوري أبطال أوروبا فلو صلاح قدر يوصل بفريقه للنهاية أو قدر ياخد دوري أبطال أوروبا لازم صلاح المسم ده ياخد يعني ياخد بطولة عشان خاطر يقدر يتحط في أول ثلاثة قصة أنه هو ياخدها أو مش ياخدها هي دي متوقفة برضو شوية ما بتخرجش بره أوروبا كتير أو غالبا يعني ما بتخرجش بره أوروبا بس أعتقد أنه هو لو قدر أن ليفربول ياخد يقود ليفربول أنه هو ياخد دوري أبطال أوروبا مع الدوري الإنجليزي أعتقد أنه هو لازم ياخد أحسن لها في العالم آخر خبر معنا مبابي يطوي صفحة باريس وحدوتة مبابي ورغبته اللي يمكن نقلتها العديد من الصحف الأجنبية أنه هو بيرغب في الانتقال لليال مدريد ولكن هو قالها صراحة في تصريحاته الأخيرة إنه هو يرغب في الرحيل عن حديقة الأمراء هو طبعا مبابي من زمان عايز يروح لليال مدريد مؤخرا يعني بعيدا عن تصريحاته وبرضو كان طلع كريم بنزيمة وقال إن مجرد انتقاله لليال مسألة وقت مش أكتر كمان كارلو أنشلوتي قال لما مبابي يجي ريال مدريد حيستمتع جدا باللعب فكل الطرق بتقول إن مبابي خلاص رايح ريال مدريد أعتقد حيبقى بعد نهاية عقده حيروح في صفق الانتقال حور لأن كده كده باريس سان جرمان مش حيفرط فيه والريال معهوش إنه هو يدفع حتى الشروط الجزائية اللي هي معمولة أو الكلام ده وهو الراجل مش عايز يجدد هو هدفه حاجة معينة إنه هو يروح ريال مدريد وطبيعي لازم وحيروح لهاية المدريد بشكرك جدا يا أستاذ ياسر وشكرا لحضرتك شكرا دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع الجمهورية وجريدة الجمهورية شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو بنشكرك وبنشكر ديفك على هذه التغطية شكرا لنيك يا نورهان وشكرا أيضا لجملتنا العزيزة هنا أبو الآسم شكرا للمشاهدة